بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن حقوق الإنسان في الإسلام من حقوق الإنسان في الإسلام حق الحرية في العقيدة الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على فطرة الإسلام وعلى الفطرة السوية فطرة الله التي فطر الناس عليها وقال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان فالأصل أن الإنسان هو عابدا لله عز وجل وأن عقيدته الإيمان بالله عز وجل لكن المجتمع الأسرة الشياطين الإنس والجن تغير هذه الفطرة ومع ذلك فإنه حتى وإذا غير من فطرته بسبب الأسرة والمجتمع الذي يعيش فيه أو الشياطين الإنس والجن التي تجتاح الناس فإنه لا يجوز في الإسلام أن نكره أحد في الدخول إلى الإسلام ولا يجوز أيضا لأحد أن يكره أحد لاعتناق مذهب معين أو فكرة معينة أو دين معين قال الله عز وجل لا إكراها في الدين الدين لا يمكن أن تكره فيه أحد لأنه يتنافى مع الإنسانية في أنك تجبر إنسان على فعل شيء لا يريده وفي الواقع أيضا لا يمكن للإنسان أنه يكره إنسان على الإيمان بعقيدة معينة لأن الإيمان أمر داخلي ولا تستطيع أن تتحكم في داخل الإنسان ولذلك قال الله عز وجل لرسوله السلام أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا يعني لا يمكن لك أن تستطيع إكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وهذا استنكار لاستعمال الضغط على حرية الإنسان في ما يعتقد ولذلك وجد ما يسمى بالمنافق وهو الذي يظهر شيء ويبطن خلاف ما يظهر وهذا طبعا لأن في الإسلام إما أن تكون مسلما وإما أن تكون كافرا فإذا أنت مسلم فعليك التزامات وإذا كنت كافرا فهناك عهود وموثيق لأنك تبقى على ما أنت تعتقده لكن بعض الناس يريد أن يلعب على يعني كما يقال على الحبلين فيظهر أنه من المسلمين فيأخذ عسمة الدم وعسمة المال وعسمة العرض ويذهب إلى ما يعتقده في الخفاء ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الفئة من الناس في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله إذن العقيدة حينما يعتقد الإنسان أمرا أو فكرا أو دينا فهذا حرية له لكن ينبغي أن يبصر وأن يعلم وأن يبين له أن هذا هو طريق الحق وهذا هو طريق الباطل هذا الخير وهذا الشر إن هديناه النجدين فهذا يبين له ثم هو يترك في ما يختار ولا إكراها في الدين إذن هذا من الحق الذي يحق الإنسان لكن إذا دخل الإنسان في الإسلام فلا يحق له أن يخرج منه ومن يخرج منه فإنه يعتبر مرتد أيضا من الحقوق حق الأمن من حقوق الإنسان في الإسلام حق الأمن أن يأمن على نفسه وعلى أهله وعلى ماله وعلى عرضه وهذه من الضروريات الخمس التي كفلها الإسلام للإنسان والإسلام رتب على الاعتداء على هذه الحقوق رتب أمران الأمر الأول أنه يعاقب عقوبة دنيوية من يعتدي على هذه الحقوق والأمر الثاني رتب أنه يعاقب عقوبة أخروية على من يعتدي على هذه الحقوق حتى أن الإنسان إذا أفلت من عقوبة الدنيا لا يفلت من عقوبة الآخرة وهذا أعظم ضمان لعدم الاعتداء على هذه الحقوق ومس كرامة الإنسان في هذه الحقوق في نفسه وأهله وماله وعرضه قال الله عز وجل مبينا حرمة الاعتداء على النفس من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا يعني هذا من اهتمام الإسلام بهذه النفس البشرية أنه جعل من قتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا قتلها بغير حق هذا من اهتمام الإسلام بهذه النفس لأن هذه النفس الله سبحانه وتعالى الذي خلقها وجعل لها حقوق وجعل لها ضمان أنها لا يعتدى عليها فلا يجوز لأحد أن يعتدي على هذه النفس أيضا من الأدلة على عقوبة من اعتدى على النفس قال الله عز وجل وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا إذن هذه عقوبات بعضها أعظم من بعض فمن هذه العقوبات جزأه جهنم ثم هو خالدا فيها ثم أن الله سبحانه وتعالى يغضب عليه ويلعنه ويعد له عذاب أليمة خمس عقوبات نسأل الله السلام والعافية وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاعتداء على النفس وعلى الأموال وعلى الأعراض قال صلى الله عليه وسلم إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الاعتداء على هذه الحقوق وأوجب منع اعتداء على هذه الحقوق فوجب عليه العقاب الدنيوي والعقاب الأخروي من صور الاعتداء على النفس الانتحار الانتحار هو أن يقتل الإنسان نفسه إما لأمر أصاب أو لفقد شيء وهذا الانتحار محرم في الإسلام لأن هذه النفس التي منحك الله إياها هي ملك لله وليست ملك لك تتخلص منها فجاءت النصوص ببيان أن من يقتل نفسه فهو في النار من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها يعني يطعن بها نفسه في نار جهنم ومن قتل نفسه بأن ألقى به من مكان مرتفع من مبنى أو من جبل أو فتدحرج مع هذا الجبل أو سقط من هذا المبنى فهو يتدحرج في نار جهنم خالدا فيها إذن أنه أزهق نفسه وليس له هذا الحق فإن هذه النفس نفس مصونة محترمة منحه الله إياها لتبقى والذي يأخذ هذه النفس هو الله عز وجل فليحق لك الاعتداء على هذه النفس مهما صارت عليك من المصائب ومن الأمور العظيمة في الدنيا أو من الظلم فإنك لا لا يجوز لك أن تزهق نفسك أيضا من صور الاعتداء على النفس إجهاض الجنين وهذا أيضا أمر محرم لا يجوز وقد ذكر الفقهاء إذا كان لضرورة أو لمرض يصيب الأم أو خطر على الأم فكل مسألة تقدر بقدرها ويرجع فيها إلى إلى أهل الاختصاص وأهل الفتية القتل سواء متعمدا أو خطأ طبعا والمتعمد ذكرنا أنه من يقتل المؤمن متعمدا فإن أنه جزاءه جهنم يخلد فيها ويغضب الله عليه ويلعنه ويعد له عذابا عظيما لهذا الفعل الذي الذي فعله وأيضا من قتل خطأا فإنه أيضا أنه يكفر عن هذا القتل بأطعام ستين مسكين أو طبعا قبلها سيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع في أطعام ستين ستين المسكين وكذلك الدية الدية أنه يحمل دية هذا الفعل الذي فعله دون قصد منه أو تعمد من صور الاعتداء على المال السرقة هو أخذ المال من الحرز على وجه الخفاء هذا يسمى سرقة ومعلوم أن من سرق المال وتوفرت فيه الشروط فإن عقوبة تقطع يده من الرصق يعني تقطع كفه وكذلك يمكن يكون عن طريقة النهب والسلب وهو أخذ المال بالقوة أو عن طريق الاختلاس عن طريق الرشوة أو الإكراح عن طريق الغصب هذه كلها صور لأخذ أموال الناس والله سبحانه وتعالى نهى وحرم أن تأخذ أموال الناس بالظلم والعدوان والسرقة لأن ذلك مخالف لهذا الحق الذي أعطاه الله للإنسان وهو أن يكون آمنا على ماله وأن يكون آمنا على نفسه وأن يكون آمنا على عرضه في اشتركوا في القناة